موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم أحبة الكرام في هذه المداخلة والتي سوف نتحدث فيها بإذن الله تعالى عن أول ظهور للرئيس عبد المجيد تبون بعد هذا الغياب الطويل في رحلة علاج إلى ألمانيا بعد إصابته بمرض كورون اليوم 13 ديسمبر 2020 وهو اليوم الأول من السنة الثانية لحكم عبد المجيد تبون ظهر الرئيس بعدما غاب مدة طويلة منذ آخر ظهور له كان يوم 15 أكتوبر 2020 عندما استقبل وزير الخارجية الفرنسي منذ ذلك الحين غاب وظهرت الكثير من الأخبار ورئاسة الجمهورية للأسف الشديد تعاملت بطريقة زادة الشكوك وانتشرت الإشعات المغرضة والإشعات المختلفة وأيضا ليس بسبب التعتيم أو الغموض الذي قامت به رئاسة الجمهورية عند تعاملها مع ملف مرض الرئيس بل أيضا التضليل والكذب وهو ما تأكد في عدم ما تأكد في عدم قد يقول البعض أننا كنا نتحدث عن مرض الرئيس وكذا وكنا نتوقع عدم عودته لم يحدث أن قلنا أن الرئيس لن يعود بل قلنا أن الرئيس سيعود وكما قلنا مؤخرا أن عدم إظهار الرئيس رجحناه بسبب وضعه أنه خرج بعد مدة قضاها في الإنعاش بالتنفس الصناعي التغذية عن طريق السيروم وما إلى ذلك صار الجلد على العظم قلناها عدة مرات هذا الكلام ترى لماذا السلطة لم تظهر الرئيس أنا أقول لكم الرئيس أكثر من عشرين يوم لم يأكل ولم يشرب فقد وزنه أنا أعرف أشخاص أصدقاء أصيبوا بكورونا دخلوا المستشفيات اللي ما انقصش ينقص عشر كيل ولوا في وضع صحي للجلد على العظم نفس الشيء اللي يعلى وضعه الرئيس لذلك إظهاروا هذا الجانب لا يريدون إظهاروا في هذا الوضع يريدون أن يتعافى بعض الشيء أمر آخر أن الرئيس لا يزال يتنفس بأجهزة تنفس في الأول كان بأجهزة تنفس صناعي كامل الأكسيجين يدخلوا عن طريق الأجهزة ولكن لما استفاق من الغيبوبة وعاد له وعيه وبدأوا الآن يتنفس دائما يتنفس بالجهاز ولكن ليس بسبب وضعه الخطير بل أنه بدأ يتماثل الشفاء رويدا رويدا وصار يتنفس طبيعيا ولكن لا يكفي بل أنه دائما تتم مساعدته بأجهزة تنفس لا يريدون إظهار الرئيس في هذا الوضع نحيف وضعه صعب وأيضا بالأجهزة التنفسية ما حبوا يظهره أمر آخر هذا في نظري هذا هو الواضح عندي ولكن لذلك يريدون الآن ربح الوقت بقدر الممكن حتى يتعافى بعض الشيء الرئيس ويستطيع يعود له على الأقل وضعه لحد ما طبيعي ولا يمكن أن يعود بسرعة إلى وضعه الطبيعي سيظهر عليه علامات المرض ولكن على الأقل في صورة أفضل وواضح جدا أن ظهوره اليوم يؤكد أنه بالفعل كان في ظرف وكان في ظرف صحي صعب فقد ظهر متعب مرهق أيضا عدم التركيز في الكلام أيضا حتى العشوائية والارتجالية في الكلمة التي وجهها إلى الجزائريين واضح أنه لم يتم تحذيرها بطريقة جيدة وأن الرئيس المهم يظهر للجزائريين لأن هذه فترة طالت والأمور وصلت إلى منعطفات مختلفة من الظنون والأوام أيضا أمر آخر يجب أن نؤكد عليه قد فند في البداية تلك الدعاءات التي قالت بأن الرئيس تعرض إلى جلطة دماغية وفندنا أيضا تلك الدعاية التي قالت بأنه دخل في خصومة مع الفريق الأول عم علي بن علي وفندنا وقلناها مرارا وتكرارا أن الرئيس أصيب بفيروس كورونا بل أنه حتى قبل أن تعلن رئاسة الجمهورية كنا أول من تحدث عن هذه الإصابة وقلنا أن الرئيس أصيب بالفيروس وأن نقله بعدة مراحل الآن وصلنا إلى المرحلة ما قبل الأخيرة هي مرحلة الظهور وبعد ذلك مرحلة العودة الرئيس في الأول قالوا بأنه في حجر صحي طوعي نقله العين النعجة بعد ذلك البروتوكول الصحي في ألمانيا بعد ذلك وصلت ما بعد العلاج بعد ذلك مرحلة النقاها الآن مرحلة ظهور ثم مرحلة العودة حتى لا نخوذ كثيرا في جوانب هذا الموضوع أنا أرى أنه الظهور هو ظهور إيجابي الآن أنهى مسلسل كثيرا ما طال خاصة تطبيق المادة 102 قلناها مرارا وتكرارا أنه ليس وقتها والآن ظهوره قد وضع حد إلى كثير من الأمور ولكنه سيفتح أبواب أخرى بلا أدنى شك نتابع ما قاله الرئيس هذا نشر ثلاثة مقاطع على صفحته في تويتر واضح أنها لم تخضع إلى منتاج ولا أي شيء ظهر أنها صورت أيضا بموبايل أو كاميرا مثبتة أو حتى موبايل مثبت واضح بأنه لا فيها لمونتاج ولا هم يحزنون الأولى المنشور الأول الأول اللي قال فيها الرئيس فيه زوج دقائق وعشرين ثانية وهو تغريدة في تويتر لا يمكن أن تزيد على المدة هذه الفيديو الثاني فيه دقيقة وثلاثة وربعين والفيديو الثالث فيه دقيقة وزوج ثواني البداية أن نغرد الرئيس الحمد لله على العافية بعد الإبتلاء شف الله المصابين ورحم المتوفين وواسى ذويهم موعدنا قريب على أرض الوطن لنواصل بناء الجزائر الجديدة ستبقى الجزائر دوما واقفة بشعبها العظيم وجيشها الباسل سليل جيش التحرير الوطني ومؤسسات الدولة لنستمع إلى الرئيس نبدأ بالمقطع الأول بسم الله الرحمن الرحيم وصلي اللهم وسلم على إمامنا وحبيبنا سيدنا محوين ونبينا سيدنا محمد ألف صلاة وألف سلام عليه أيها المواطنات أيها المواطنون الأعزاء كما تعلمون منذ ما يقرب شهرين وخذتوا إلى الخارج على جناح السرعة منذ ما يقرب شهرين وخذتوا إلى الخارج الإعلان الإعلان الرئاسي قالوا أنه نقل إلى الخارج يوم 28 أكتوبر هما يوم 24 أكتوبر قالوا دخل في حجر صحي طوعي ويوم 27 أكتوبر قالوا نقل إلى عين النعجة ويوم 28 قالوا نقل إلى ألمانيا معناها لليوم شهر ونصف لكن الرئيس قال منذ ما يقرب شهرين نستمع مرة ثانية كما تعلمون منذ ما يقرب شهرين وخذتوا إلى الخارج على جناح السرعة منذ ما يقرب شهرين وخذتوا على جناح السرعة إلى الخارج لما كان قد أصاب لي من وبأك جراء ما أصابني من وبأ كورونا لم ينقل للخارج لأنه أصيب بكورونا ظهرت عليه الأعراض بل أنه جراء الأعراض التي ترتبت على الإصابة بالفيروس وهذا يؤكد صحة ما رويناه في التقييم الاستخباري عندما قلنا بأن الرئيس أصيب قبل 17 معناها وأنه دخل في غيبوبة قبل 17 معناها أن الرئيس بهذا التأكيد ما يقارب شهرين عندما يقول ما يقارب شهرين ما الشهر نصفق القريب من شهرين على الأقل شهر 25 يوم شهر 27 يوم وكذا وكذا معناها أن المدة هذه هي الصحيحة وجراء ما أصابه بسبب فيروس كورونا معناها دخل الفيروس وبعد ظهرت عليه الأعراض الأعراض هذه الخطيرة أرقدت الفراش معناها أنه نقل على جناح السرعة معناها أن نؤكد بأنه كان في وضع صحي سير وهو الذي قلناه من قبل أن الرئيس نقل في غيبوبة نواصل نستمع لرئيس الجمهوري اليوم الحمد لله بفضل الله عز وجل وعيانته ولطفه في الخضاء والخضر وبفضل كذلك أطبائنا في المستشفى العسكري وبفضل أطبائنا في المستشفى العسكري مش أطباء اللي معاه هناك ما قال بأنه أطباء في المستشفى العسكري والأطباء الذين رافقوني هنا لألمان ما قال هذا كان أطباء في المستشفى العسكري معناها عندما نقل إلى المستشفى العسكري المستشفى العسكري قال لهم خلاص يجب ينقل إلى الخارج وهذا الذي يؤكد أيضا المعلومة التي قلناها بأن الرئيس نقل فجرا إلى عين النعجة وبعد ذلك اتخذ القرار من طرف الأطباء بسرعة إلى نقله إلى ألمانيا لأنه كان ممكن أن ينتهي إذن أن القرار الذي اتخذه الأطباء شكرهم عليه الرئيس أنهم اتخذوا قرار نقله على جناح السرعة إلى ألمانيا وبعد ذلك صار يعالج عند أطباء ألمان ولاحظتم أن الرئيس يتحدث بتلعثم جانب التركيز ناقص شوي طبعا وهذا طبيعي لأن الناس اللي يخرجوا من هذا الفيروس يفقدوا حتى التركيز منذ يومين فقد تحدثت مع صديق أيضا خرج من هذا الوباء حتى أحيانا يتكلم معي وبعد ذلك أحيانا ينسى وش يقول معي نفس الوضع يعني وواضح أنه ملامح الرئيس كان في قوة رغم أنه بذلت الكثير من الجهود وتذكروا أنه لما نشرت من قبل أنه الرئيس خرج من غرفة الإنعاش وبدأ أعتقد في بداية نظمبر يعني عنده أكثر من شهر منذ ذلك الحين أنه بدأ يوكل أنا من ذلك الحين إلى يوم شوفوا كيف شولت ملامحه معناها أنه معلومتنا أيضا صحيحة عندما قلنا لكم أنه الرئيس الجلد على العرب مواصل الأطباء الألمان الحمد لله طريق تعافي بدأت فيه بفضل الأطباء الألمان إذن الذين يعالجونه في ألمانيا هم الأطباء الألمان خلاص ربما يأخذ أسبوع أو أسبوعين وثلاثة أسابيع أخرى ولكن ما زالت رحلة ما زال الشفاء قد يأخذ أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة أسابيع معناها أن الحكاية أن الرئيس اللي كانوا يروجونها أنه شفية وأنه تمام لا هذه المشكلة الآن المشكلة أنه عندما ينجو الإنسان من وباء هذا الفيروس يدخل مرحلة أخرى هي مرحلة ما بعد الفيروس وهي مرحلة صعبة وتحتاج إلى الوقت تحتاج إلى الوقت إذن الرئيس لا على كرسي متحرك لا على شيء لكنه مرهق متعب عنده قدرة تركيزه ناقص على غير العادة ونواصل نستمع إن شاء الله سأسترجع كل قوايا البدنية سأسترجع كل قوايا البدنية معناها أنه كما قلنا لكم من قبل أنه الفيروس أثر له على بدنه أنه ما يقدرش ربما يوقف ونقلتها لكم كم من مرة في المداخلات أنه المرضى بهذا الوباء اللي يتمكن منهم بهذه الطريقة كاين اللي يوقف على عكاز كاين اللي يجب أن يشد في حاجة كذا لأنه حتى ظهارهم للرئيس غير جالس فقط لم يظهره قف ولا شيء يوحي بأنه ما زال مرهق ولكن لا يعني هذا بأن الرئيس في وضع سحي بائس كما قد يفسر كلامه وفي أيضا هناك نقطة ملاحظة أن الرئيس عنده سماعة في أذنه مما يوحي على أن التسجيل أكثر والترجيح أكثر أنه كان بموبايل إن لم أقول كل ساعة بساعة كل ما يجري في الوطن أتابع كل ساعة بساعة كل ما يجري في الوطن ربما الرئيس حتى أنا نقول ربما يقصد بهذه الفطرة الأخيرة لكن فطرة نقله إلى ألمانيا في تلك الفطرة كان في غيبوبة وكان في غرفة الإنعاش وكان لا يدخل له إلا الأطباء المكلفين بعلاجه كيف إذن يتابع كل ما يجري في الوطن أعتقد بأنها ربما يقصد هذه الأيام الأخيرة وربما أنه فقط أطلقها الكلمة على عواهنها فقط بعدي عن الوطن ليس معناه نسيان الوطن فأنا أتابعه يوميا إن لم أقول ساعة بساعة كل ما يجري في الوطن وعند الضرورة أزدي تعليمات إلى الرئيس عند الضرورة أزدي تعليمات للرئاسة لمن؟ لمن تسدي أيها الرئيس تعليمات للرئاسة ولا أحد من الرئاسة تكلم قال بأنني تواصلت مع الرئيس لم تذكر أي أحد كيف تسدي؟ حتى المستشار عبد الحفيظ علاهم عندما صرح إلى موقع روسيا اليوم بتصريحات قال تواصل مع ابنه إلا إذا كنت تتكلم مع ابنك وابنك هو الذي يوصل التعليمات إلى الرئاسة نتجاوز فبالنسبة للمسار الذي سطرناه مع بعض اعتراح حملة الانتخابية واليوم رأناه في نهار يوم بعد ما مرت سنة على انتخابي وأشكركم مرة أخرى على هذا إذا بالنسبة لانتخابات طلبت من الرئاسة أن يروا معي ويشوفهم على المجنة هذه بكلفة بالانتخابات بدأ بتحرير قانون الانتخابات الجديد وباش يكون يواجد في أقرب وقت أتمنى عشرة أيام ولا خمسة عشر يوم ولكن في أقرب أنا أعتقد بأنه في تقديري شخصي أن هذا الفيديو صور من طرف شخص ولا أستبعد أن يكون ابنه هو الذي صوره أيضا لاحظ بأن الرئيس بالفعل كان غائب كان غائب ولا يعلم حجم الحملة التي حدثت بسبب غيابي حتى أنه يتكلم كأنه عادي يعني ما عنده صورة حقيقية لأنه لو كان يتواصل مع الرئاسة ويحدثهم الأمور هو يتابع معناها يتابع حتى في وسائل الإعلام وإذا تابع وسائل الإعلام سيراه أدرك مدى الجدل الذي حدث على غيابه وأين الرئيس وكذا وكذا ما كانت الكلمة تكون بهذه الطريقة أول ظهور للرئيس تحدث الكلمات الخفيفة على ما تعرض له وبعد ذلك يتحدث على قانون الانتخابات كأنه يريد يقول أنني ما زلت الحاكم الفعلي وأنني ما زلت ماضي في مشروعي وما إلى شيء من هذه الأمور والرئيس كان غائب بالفعل عن المشهد ونواصل كلام باش منطلقت في العملية التي تأتي بعد الدستور إذن قال بأنه سيواصل أعمالية ما بعد الدستور الكلام هذا كانوا قالوا من قبل لو نرجع من قبل قال بأنه بعد استفتاء على الدستور سنمضي إلى قانون الانتخابات الرئيس راه رأسه مجمد إلى هذا ما قالش حتى ما علقش حتى على نتائج الاستفتاء ما علق لا على نتائج الاستفتاء لا على قلة المشاركة لا شيء أنا في تقديري أنه هذا الخروج خروج باهد نواصل الكلام وبعد نعلق على في المقطع الثاني يتكلم على فيروس كورونا بالنسبة فيروس كورونا الحمد لله اللي رجعت الأمور تدريجيا من 1300 حالة إلى ما يقارب 520 حالة والشكر لله والشكر كذلك لكل من ساهم في الخفاض هذا العدد واضح أنه أعطيت له المعلومات سهلة كل جزائري راه يتابع المعلومات ربما الشخص هذا اللي معاه اللي صوره أعطيه المعلومات راه ينس كل تابع شيء عادي هذا الكلام بالنسبة للحياة الاقتصادية أعتقد أن الأمور ماشية والميزانية 2020 ربما ظهر باللي قاعدين في الطريق اللي سطرناه يعني أن لا يمس أي مواطن لدخل ضعيف بضرائب جديدة هذه أيضا قالها قديمة نعم بالنسبة للأوضاع السياسية في المنطقة في الجزائر قوية وأقوى من كل ما إذن تحدث عن وضع الاقتصادي قال الميزانية 2020 تدل على أنه هذه الأمور اللي ذكرها يعني أنا نشوف بتقديري أن الرئيس يتكلم من أجل أن يتكلم كان بالأمكان ظهوره بغير هذه الطريقة بغير هذه الطريقة كان يظهر يحيي الجزائريين يتحدث عن وضع الصحي لأن الجزائري الآن هدفهم يشوفوا الرئيس المهم يشوفوه يتكلم فقط أما ماذا يقول أكثرهم ستهتم به وسائل إعلام المحللين لكن كان من المفروض يظهر الرئيس يطمئن الجزائريين على وضع الصحي يعطي شوية كلمات عن المسار اللي مر به ظروفه الآن وعودته وإن شاء الله عندما نعود سنتخذ كل المبادرات في إتمام مشروع الجمهورية الجديدة أو الجزائر الجديدة اللي يتحدث عنها أما الظهور هذا ويتكلم عن الاقتصاد والحمد لله وجاء أمور أخرى ما يظنه البعض ما يجري حاليا كأننا نتظر فيها كأننا نتظر فيها ولكن الجزائر ما تزعزاش ولا نخذ مرة أخرى مقولة أو قول ولي الله صالح سيد عبد الرحمن تعالي إن الجزائر إن الجزائر في أحوالها عجب ولا يدوم فيها للناس مكروه ما حل بها عسر أو داقة متساء إلا ويسر من الله يتلوه ما يحدث كنا نتوقعه هو لا يتوجد فيه إشارة إلى قضية الصحرى الغربية وإلى إشارة لقرار الأمريكي هذه كلام مجمل لأنه أول حاجة مش وقته أن الرئيس يجي ويتفصل في هذه الأمور لذلك أنا قلت لو أن الرئيس لم يخذ في هذه الأمور أفضل كان أفضل كان لأن ما يهم هو وضع الصحي ويراه الشعب الجزائري هذا الذي يهم أما موقفه من هذه القضايا ستأتي لاحقا كان من المفروض حتى أن الجزائر وجاب هذه الأبيات الشعرية وكذا وكذا خلي هو عبر بطريقة ارتجالية فقط من أجل هو الهدف أصلا ليس أن توصل رسائل أو وصل رسائل أو يقول أشياء بقدر ما هدفه أنه يظهر للجزائريين وكان من الممكن أنه يظهر بصغة أخرى أفضل من هذه الصغة على حساب في تويتر وبهذه الطريقة ما أنا ما أراها جيدة لرئيس جمهورية لدولة مثل الجزائري بالنسبة الدخول المدرسي والدخول الجامعي الحمد لله الحمد لله أوصي فقط مرة أخرى بالأخص بعد سقوط التولوج والأنطار والبرد أوصي سيد وزير الداخلية والولد على تطبيق حرفي لما اتفقنا عليه بالنسبة لمناطق الدر بالأخص 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 بالنسبة لوجبات سخونة والنقل المدرسي والله أنا أتعجب من هذا الظهور حقيقة الظهور باهت ظهور بطريقة غير جيدة لا طريق برئيس جمهورية أنا أوصي السيد وزير الداخلية ما يحتاج وزير الداخلية توصيه بهذه الطريقة أنت كنت قبلها تقول بأنني على تواصل مع الرئاسة أنني اصدرت أوامري بضرورة متابعة أي أمور ما لا تقضل خليها عام أما أوصي السيد وزير الداخلية إيا بضرورة والولات وكذا وكذا ما هو ما هو جيد ما هي صورة جيدة لهذا الظهور في الختام أتمنى إن شاء الله أن أكون بينكم في أقرب وقت وأسرع أسرع وقت وليس بذلك على الله بعزيز شكرا شكرا على ساعة صدركم المجد والخلود لشهدائنا الأبرار تحية الجزائر تحية الجزائر السلام عليكم واضح بأن الرئيس يتمنى هو ما قال بأنني سأكون وأجزل لأنه يدرك أن وضع الصحي ما زال لم يتعافى نهائيا الآن وصل إلى درجة يمكنه الظهور وواضح جدا أن ما قال سيكون بيننا خلال الأيام القادمة غير ممكن الآن هما قالوا يوم 30 نوفمبر 2020 قالوا بأنه سيعود خلال الأيام القادمة منذ ذلك الحين إلى اليوم اليوم 13 والشهر معناها 31 أزيد لها 13 معناها أسبوعين مر 15 يوم يظهر الرئيس يقول يتحدث بأنه ممكن أسبوع ممكن أسبوعين ممكن أكثر وأنه يتمنى أن يكون بين الجزائريين هو الآن ظهور هدفه يقول أنني بخير أنا أقول بأن الظهور من حيث الشكل غير جيد كان بالإمكان أن يسور له فيديو بتركيز جيد يظهره فقط كلمة خفيفة أحيي الجزائريين وأحييكم وأطمئنكم على أن وضع الصحي جيد أيد الحمد لله أنني في صد التعافي أحتاج إلى بعض الوقت حتى أشفى تماما وأعود إلى وضعي البدني الجيد وإن شاء الله عندما أكون بينكم سنتخذ كل التدابير وكل الإجراءات في إطار جمهورية جديدة وانتهى الأمر وشوي يصور هو يتحرك يمشي يقعد يشرب حاجة هكذا بشي طمئن الجزائريين لكن كي تظهر بهذه الطريقة كأنه أسير ما ما هي طريقة جيدة هذا من ناحية الشكل من ناحية أيضا المحتوى أنت جي فيديو وتقطع بهذه الطريقة شوي جزء مننا جزء مننا جزء مننا كان بالإمكان أنه تديره كامل وتحطه في صفحة رئاسة الجمهورية لأنه اليوتيوب الفيسبوك مفتوح وكان من الممكن أن هذا الفيديو يصل إلى رئاسة الجمهورية ومن رئاسة الجمهورية تعطيه للتلفزيون وتظهر في نشرة الثامنة واضح جدا أنه الآن الرئيس واللي معاه أنهم عندهم غير تويتر عندهم غير تويتر حطوا في هذه الصورة وخليها في شبكات تواصل الاجتماعي لا كان من الإمكان تصوير هذا الخطاب بطريقة جيدة يعودوا عدة مرات يتصور ويرسل إلى التلفزيون ويعنوا هذا المساء أن الرئيس سيتحدث إلى الجزائريين كلمة ويلقي كلمة بهذا الشيء أو تقرير تلفزيوني في النشرة الثامنة مع البداية يأتي المذيع الرئيس يتحدث إليكم يكون لكن بهذه الطريقة وتصوير بموبايل وأكيد صوروا ابنه أنا أجزم لكم أنه صوروا ابنه والموبايل اللي موجود فيه تويتر راهوا معاهم ونشروا هذه المقاتل هل استشار الجهة الإعلامية اللي عنده في الرئاسة اللي يقول رهني تواصل معاها من قبل رانا في تواصل دائم أنا أعتقد قلت من ناحية الشكل طريقة ما هي جيدة المحتوى والرسائل اللي وجهها ضعيفة وضئيلة جدا كان من الإمكان أن يتفادى الخوض في مثل هذه المواضيع خاصة فيها مواضيع دولية على مستوى كبير إير تحتاج أيضا أنها تكتب الأمور بطريقة جيدة وليس بطريقة ارتجالية هذا هو الأمر بذلك أيضا ضحض كل الادعاءات بل أنه كذب كذب من محتوى ما وراء السطور كذب ما جاءت به رئاسة الجمهورية لذلك إخواني الكرام أقولكم بأننا نقول الحمد لله على سلامة الرئيس تمنينا له دائما الشفاء العاجل نتمنى له أن يعود أن يعود إلى الجزائر في أقرب وقت ممكن لكن دائما نؤكد ونقول أن بمثل هذه الطريقة تضرون برئاسة الجمهورية إذا كان هذا الظهور ظهر عن طريق الرئاسة وهم الذين المستشارين تاعوا والمحيطين به الموجودين معاه قالوا له أظهر بهذه الطريقة فقد أساء إلى رئيس الجمهورية إذا كان هذا تصرف من الرئيس وابنه والمحيط العائلي فقط من أجل بدون أن يعود إلى الرئاسة ولا إلى مستشريه ولا إلى أي شيء هذا أيضا راه يعبر على أشياء لن نخوض فيها حاليا لذلك أن مشكلة الجزائر دائما هي مشكلة التواصل هي مشكلة الإعلام الرئيس ما يجب أن يظهر بهذه الطريقة بعد هذه المدة كلها كان بالإمكان أن يظهر في صورة أرقى لما حسن مبارك لما راح عمل عملية جراحية في ألمانيا من قبل تنقلوا وفد تلفزيوني وصوروه وهو جالس ويقرأ في الصحيفة وكذا 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 وتكلم كلمات خفيفة وجهها إلى الشعب المصري كان بالإمكان أن تقوموا بهذا هذا الطائرات الخاصة موجودة الطاقم التلفزيوني موجود أود لماذا ما هو أنا أحيانا كنت أستمع إلى بعض الناس بيكتبوا ويقولوا أنني فأنهم هناك تحضير للمفاجأة نقول يا رب يكون خلونا نحن كمحللين نخبط خبط عشواء وأحيانا نجيبوا معلومات أحيانا نلجأ إلى التحليل من خلال ما يتوفر من معلومات كل مرة زي وكثير من المحللين مشوا في هذا السياق ولكن الحقيقة أنه تمنيت أنه سنتفاجأ بشيء رهيب يذهلنا من خلال التعامل مع مرض الرئيس ولكن للأسف ظهرت الخيبة أيضا في وقت ظهور الرئيس هذا مما يوحي أنه هناك نقاط ظل في هذه الحكاية برمتها نتمنى نتمنى أن هذه الشكوك التي أرستها أو أرساها هذا الظهور يعني مجرد شكوك ستتبدد لاحقا عندما يعود الرئيس ويمارس مهامه ما زال لدي الكثير لأقوله لرئيس الجمهورية ما زال لدي الكثير الآن فقط أردت في تعليق مختصر وعابر على هذا الظهور الباهد وواضح كما قلت أن الرئيس متعب جسديا عضليا متعب أيضا حتى على مستوى التركيز طبعا هذا طبيعي ليس نقيسة فيه ولا انتقادا له هذا طبيعي كل من نساء ساعات يمر بالزكام ويتمدد في فراش ثلاثة أيام بالحمى يفقد حتى التركيز أصل والله ما يدري كل الدواء ولا ما كلاش هذا أمر طبيعي ولكن الطريقة التي أظهر بهذا الرئيس هذا اليوم طريقة بقدر ما أكيد أثلجت صدور أنصاره وبددت الكثير من الحسابات لكنها فتحت أيضا الكثير من الشكوك والتي نتمنى أن تكون خاطئة ليس الوقت للحديث فيها نتمنى طبعا في الأخير لرئيس الجمهورية أن يعود سالما وعندها سنقول له الكثير لأن ما حدث وراءه وهو لا يدري به حتى وإن قال أنه يدري ويتابع كل شيء لا لم يكن يدري ولا يتابع كل شيء قد كان في غيبوبة وأوسيئ له وحا هو الآن وصل الأمر إلى هذا الظهور به شكرا لكم أحبتي ألقاكم بإذن الله في مداخلة أخرى إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله